ميادين المعارك لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات أما ميادين ديبلوماسية فضل ضليقة مهما تسعت خبر اليوم هيئة المفاوضات السورية العليا التابعة للمعارضة تقر ورقة تطرح فيها رؤيتها لحل الأزمة السورية وفي بقية الخبر قراءة فيما إذا كانت رؤية المعارضة هذه ستنزل بردا وسلاما على المتنفذين دوليا في الملف السوري وكذا في توقيت طرح هذه الرؤية بعد متغيرات ميدانية كان أهمها الدخول التركي الثقيل من بوابة جرابلوس أهلا بكم مشاهدينا في بقية خبر جديد أنا وائل تميمي الحل السياسي هو خيارنا الاستراتيجي الأول أما الأسد فلا ما كان له في أي مرحلة انتقالية هذا أبرز ما جاء في ورقة عمل أقرتها هيئة المفاوضات العليا للمعارضة السورية تمهيدا لطرح نسخة أكثر تفصيلا منها في اجتماع سيعقد بعد أيام هنا في لندن البعض كان يظن أن مرونة ما ستبديها المعارضة إزاء بقاء مؤقت للأسد أما البعض الآخر الذي يشمل ديمستورا فيرى أن المناخ غير ملائم للحل السياسي فما الذي يمكن قراءته بين سطور ورقة المعارضة؟ وهل يلقي فشل المحادثات الروسية الأمريكية في قمة العشرين بظلال ثقيل على المسار السلمي المتعثر أصلا؟ انسحاب روسي من المحادثات الثنائية مع واشنطن حول الشأن السوري يعلن اليوم بعد ترقب دولي لإعلان الاتفاق النهائي في وقت تحضر فيه المعارضة السورية الإطار التنفيذي للعملية السياسية الذي تعمل عليه في العاصمة السعودية الرياض منذ يومين لتحمله إلى اجتماع أصدقاء سوريا المزمع عقده في لندن بعد أيام وتبدو الهيئة العليا للمفاوضات السورية التابعة للإتلاف المعارض متمسكة بثوابتها حيث أكدت على غياب الأسد تماما حتى عن الفترة الانتقالية لحكم البلاد غير مستبعدة عناصر من الجيش النظامي ممن لم يتورطوا بدماء الشعب لم تختلف هذه الورقة عن مبادئ وثيقة جينيف واحد كما أكد ممثل الائتلاف وما قرار المعارضة بتعليق مشاركتها في المفاوضات الأخيرة في أبريل نيسان الماضي إلا بسبب خرق النظام وحلفائه قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2154 وعدم حسم الأطراف الدولية إخراج الأسد من الصورة الاجتماع الذي تنتظر المعارضة بدأه في لندن لتطرح ورقتها ليس ذو تأثير فعلي لكن معطيات الواقع الدولي تتغير فالتقرب الروسي التركي يبدو في أوجهه بعد خلافات تاريخية وتوتر على خلفية إسقاط الطائرات الروسية ولا يمكن إلا رؤية هذا التقرب أوضح في ظل التنحر بين تركيا والولايات المتحدة على الأرض السورية من خلال دعم قوى متضاربة تحت عنوان عريض الإرهاب وتهديد الأمن القومي كما لا يمكن أن يقرأ هذا المشهد بعيدا عن تعنت موسكو وانسحابها من الاتفاق الموعود مع واشنطن رغم توجيه المبعوث الأمريكي لدى سوريا رسالة إلى المعارضة سمى فيها بنودا واضحة من ضمنها أن روسيا ستمنع طائرات النظام من قصف مواقع المعارضة بموجب الاتفاق هذا عدا عن إعلان أنقرة سعيها للتطبيع مع نظامي سوريا ومصر حسب ما أعلن رئيس وزرائها فهل هي بوادر تحالفات جديدة لتركيا دور فاعل فيها؟ وهل هذه التحالفات كفيلة بتحريك سير المفاوضات السورية والأصول إلى صيغة حكم انتقالي يمكنها أن ترضي الجميع؟ ينضب إلينا من إسطنبول أحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني السوري ومعنى من بيروت مصطفى فحص الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رمضان ما الأسباب التي دعتكم الآن دعت الهيئة العليا للمفاوضات لإعادة إصدار تصورها للحل السياسي رغم أنكم قدمتم هذا مرارا في السابق صحيح وما فعلناه الآن هو تكمل لما قمنا به في الفترة السابقة هناك تصور عام قدم للأمم المتحدة من خلال مبعوثها الدولي حول رؤيتنا للحل السياسي وكان ذلك في جينيف 14 في فبراير والآن أيضا قدمنا هذه الرؤية ولكن الجديد في ذلك الآن نحن نتحدث عن إطار تنفيذي يشكل رؤية متكاملة لكل الخطوات التنفيذية في كافة المجالات سواء تعلق ذلك بالجانب السياسي أو الجانب العسكري والأمني أو الجانب القانوني والقضائي والدستوري أو الجانب المتعلق بعادة إصلاح مؤسسات الدولة وتشغيلها والحفاظ على البنية الأساسية للدولة السورية وبالتالي هناك الآن رؤية متكاملة أعتقد أنها تعكس بشكل واضح جدية المعارضة السورية فيما يتعلق بالمفاوضات أولا ثم الانتقال السياسي وثالثا أيضا وهذا هو الأهم أنها تريد أن تبني دولة سورية لجميع المواطنين السوريين ولكل السوريين بغض النظر عن خلفياتهم الفكرية أو المجتمعية أو العرقية وبالتالي هناك الآن نقلة فعلتها المعارضة السورية للأسف تجابه الآن هذه العملية بموقف روسي متعنت من ناحية وأيضا بمحاولات من النظام لتقويض كل الأساس الذي تتم عليه هذه العملية نحن نشاهد الآن وانسحاب روسي من المفاوضات سنصل إلى هذا أستاذ أحمد رمضان سنصل إلى موضوع التفاهم التفاهم الروسي الأمريكي لكن لو سمحت لي مرة أخرى أسأل عن التوقيت هل مؤتمر لندن فقط هو من كان وراء إصدار هذا الإطار التنفيذي أم أنه طلب إليكم من بعض الحلفاء والأصدقاء حقيقة هو يتصل بأكثر من خطوة أولا هناك جهود تبذل منذ فترة ضمن الهيئة العليا للمفاوضات لاستكمال التصورات التي وضعتها منذ البداية ونقطة ثانية هناك مؤتمر تمهيدي في لندن لوزراء خارجية الدول أصدقاء الشعب السوري وبالتالي هؤلاء سيتطالعون على رؤية المعارضة وبالتالي سيشكلون نوعا من الفضاء المدافع عنها ثم سننتقل إلى الأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العامة وهناك أيضا لقاءات أخرى تتعلق بالقضية السورية وبالتالي هناك تصور الآن ينضج لدى الأمم المتحدة حول موضوع الحل السياسي مستند إلى قراراتها السابقة ولا شك أن تزامن هذا الموضوع هو في نهاية المطاف سيأتي مع طرح الأمم المتحدة وسيبقى النظام مكشوفا في تلك اللحظة لأنه هو الطرف الوحيد إلى جانب حلفائي الذي يعرق الفعليا عملية الانتقال السياسي مصطفى فحص برأيك كيف تنظر الدول الحليفة أو الصديقة بين قوسين للمعارضة السورية إلى هذا الإطار التنفيذي الذي يبدو متمسكا فعلا بثوابته وخصوصا لجهة مصير الأسد ودوره لنقل بداية مساء الخير لك والإضافتك والمشاهدين الكرام أهمية الإعلام الذي خرج عن المعارضة هو خرج من الرياض وقد يعني أن هناك صمتا عربيا استمر لمدة أكثر من شهر بعد التحولات التي شهدتها المنطقة وهذا الصمت في الدول الخليجية التي تؤازر صورة الشعب السوري والتقف إلى جانبه فما جاء من الرياض هو يعطي لمحة إلى أن هناك دولا لم تزل صديقة للشعب السوري دول عربية ودول إقليمية ودول في دول أوروبية مصرة على سواب جينيف وقرارات الأمم المتحدة فمن هنا تأتي الإشارة الأولى والضرورية بأن كل التحولات أو معارك الكر والفر التي تجري إضافة إلى ما يمكن من ترك سيئة لباراك أوباما قبل أن يغادر البيت الأبيض كان قد يرضخ إليها لفلاديمير بوتين أو لرؤية فلاديمير بوتين الحل في سوريا الآن خرجت من الرياض على لسان الإتلاف أو لجنة المفاوضات مؤشر حقيقي وفعلي إلى أن السوابت السورية ستبقى حتى تحقيق شعب السوري ما يريده ولكن هذا يرتبط أيضا ليس فقط بموقف سياسي فالدبلوماسية بحاجة إلى أنياب اليوم توقيت الخروج الروسي من المفاوضات أو أعلان عن شبه فشل جاء بعد عودة الحصار الذي ضربه ضمن جيش القوات الروسية الطيران الروسي والميليشيات الإيرانية حول حلب من جديد فمعنى أن روسيا عادت إلى منطق القوة لأنها تستخدم الدبلوماسية على ماذا تعول المعارضة السورية أستاذ مصطفى يعني عندما يقول بيان الذي صدر أمس عن الهيئة العلية للمفاوضات أنه حتى لا يوجد دور لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية حتى على ماذا تعول هذا تعول على كسب الوقت أعتقد أنه لن يتغير الموقف الأمريكي والموقف التركي الضبابي لن يصل كما يتمنى البعض بأن هناك لقاء ثلاثي تركي سوري روسي هذا من المستحيل ولكن كسب الوقت بانتظار خروج باراك أوباما من البيت الأبيض بانتظار أن يكتمل المشهد الرؤى التركي العسكري في شمال سوريا إلى أين سيصل وبانتظار تبلوه الرؤية في لندن حقيقية بأن الشعب السوري ومن معه هذه هي ثوابته المؤتمر الذي سيؤقت في لندن هل ستبنى نهائيا ولكن هذه المرة في مرحلة خطيرة وحساسة والوقت ضيق هل هناك من يساند الشعب السوري أم أن الكلفة ستبقى يدفعه هذا الشعب هو منذ مدة خمس سنوات يدفع ولكن حتى الآن حتى حلفائه الكبار من العرب لم يزل دعمهم محدود بمعنى أن وقف الغطرسة الطيران الروسي مستبعدة والنظام قوته بالطيران الروسي حتى الآن لا يوجد مخرج أو لا يوجد منفذ للشعب السوري للخلاص أو للثورة السورية للخلاص من الضغط السوري من الضغط الروسي عليه من خلال الطيران والمشكلة الأكبر أن هناك طلاقي بين الأتراك والروس في هذه المرحلة ما يعقد الموضوع على المقافلين وهذا ما أقوله لو سمحت لأستاذ مصطفى إلى إلى سيد أحمد رمضان أستاذ أحمد رمضان هل تأخذون بالفعل هذه التطورات التي أشار إليها مصطفى فحص الميدانية على الأرض والسياسية بعين الاعتبار عندما تقدمون وثائق كهذه بلا أدنى شك كما أشار الأستاذ مصطفى الوضع الميداني الآن يساعد أيضا الهيئة العليا للمفاوضات وقوى الثورة والمعارضة أيضا على أن تبادر سياسيا من منطق ومنطلق القوة وبالتالي هناك الآن تلاحم كبير على المستوى العسكري وعلى المستوى العسكري السياسي وهناك قناعة بأنه يمكن للهيئة العليا للمفاوضات ولقوى الثورة والمعارضة أيضا أن تتحرك بشكل فاعل وأن تتحرك نحو الأمام وأن تهاجم سياسيا كما هي الآن تهاجم عسكريا وأعتقد أن الطرح الأخير هو يسجل هدف كبير في المرمى الدولي وليس في مرمى النظام وواضح الآن أنه أحرج الجانب الروسي ودفعه للتصرف بطريقة عشوائية وبشكل أيضا يجعله مكشوفا على المستوى الدولي نتيجة التعنت الذي يتصرف من خلاله بعد أن تحدث هو عن الهدنة الآن هو يرفضها ويحاول التملص من استحقاقاتها وأيضا يحاول أن يوفر غطاء له وللنظام لاستمرار القصف على المدى الطويل أعتقد أن المعارضة إذا واصلت الأداء السياسي بهذا المستوى المتمسك بثوابت الثورة من ناحية وأيضا الذي يقود دفة الهجوم الدبلوماسي والسياسي على المستوى الإقليمي والدولي فالوضع السوري سيبقى قويا ومتماسكا وضع المعارضة على الرغم من كل التطورات الراهنة الآن في حلب وإن كانت هي تطورات مؤقتة من ناحية لأنها تستند إلى قوة وبطاشة هي قوة السلاح الطيران الروسي ولا تستند إلى قدرات قتالية ميدانية شاهدناها تنكسر موجة بعد أخرى طيب أستاذ مصطفى فحص قلت إنما يجري حاليا وكانه بين قوسين لعب في الوقت الضائع بانتظار أن يخرج باراك أوباما من البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني يناير المقبل إذن ما جدوى كل هذه التحركات نعم هو براء عفوا فلاديمير بوتين أوراق القوة لديه مجموعة من أوراق القوة في العالم في أوروبا دباباته على حدود أوكرانيا طائراته في الأجواء السورية وباراك أوباما في البيت الأبيض حينما يخسر أهم ورقة قوة لديه أي خروج باراك أوباما من البيت الأبيض سوف تتغير الدبلوماسية الأمريكية سيد مصطفى فحص وجود باراك أوباما رئيسا هي ورقة بيد فلاديمير بوتين إلى هذا الحد هي أحد إذا هي أحد أوراق القوة في يد فلاديمير بوتين يتصرف لأن هناك تراجع أمريكي منذ أربع سنوات عن يعني فلاديمير بوتين اعتقد أن هناك انسحاب أمريكي كامل من ملفات عالمية فقرر أن يملأ الفراغ ولكنه قرر أن يملأ الفراغ بأدوات سوفيتية مهترئة فلاديمير بوتين لا يملك القوة العسكرية القوية ولا يملك القوة الاقتصادية ولا الدبلوماسية الحقيقية إنما هو يعمل كالعقل السوفيتي القديم أن تصافح في يد وتحمل الحجر بيد أخرى هذه الدبلوماسية الحرب الباردة التي اعتمدت على قدرة الصواريخ الروسية أن تصل السوفيتية إلى أي رقعة في العالم الأمور تبدلت هناك ليس يالطة جديدة ولا يمكن العقل الهيمن الأمريكي أن يقبل بأن كمنتصر في الحرب العالمية في البحر الباردة أن يعطي لروسيا ما يريده فلاديمير بوتين هي مرحلة مؤقتة وخصوصا إذا وصلت هيلاري كلينتون فإن العقل الروسي هو يتذكر جيدا ما دفع سمنه من ما فعله بيلاري كلينتون في حرب يغسلافيا وقد تكرره هيلاري كلينتون في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم لذلك يحاول فلاديمير بوتين الآن أن يحاول المتحول ميدانيا إلى ثابت دائم بينما مثل ما قال الأستاذ رمضان أنه مرحلة كر وفر الآن ما هو ثابت في حالة ممكن أن يكون متحولا دائما ولكن ما هو ثابت أيضا مصطفى الفحص هو الدعم الروسي لنظام الأسد والذي تجل اليوم بإيقاف المحادثات هو مشكلة أنا أعتقد للأسف أن انسحاب روسيا أنقضى الدبلوماسية الأمريكية لأنك لا تستطع التعامل مع فلاديمير بوتين بدون أنياب يعني عندما تتصرف الدبلوماسية الأمريكية كأنه وزارة خارجية سويسرية فلاديمير بوتين لا يحب التعامل مع المجتمع المدني أو مع الصليب الأحمر أو حزب الخضر فلاديمير بوتين يفهم عقل القوة وهو يتسارع إلى تثبيت الجغرافية السياسية في سوريا وفي كثير من المناطق ذلك على طاولة المفاوضات ما بعد الانتخاب نعم أحمد رمضان سأعود إليك سيد أحمد رمضان هل أنتم أخذتم بالاعتبار هذا الاتفاق الذي لم ينجز بعد والبعض يتوقع أن ينجز خلال أيام بين روسيا والولايات المتحدة هل أخذتمه في الاعتبار وأنتم تقدمون ورقة الإطار التنفيذي هذه يعني حقيقة لسنا معنيين أن نضع اتفاقا غير منجز ضمن إطار تنفيذي يقدم لرؤية سبق أن تقدمت بها المعارضة لكن أثر هذا الاتفاق سيكون على الأرض ولدينا قلق كبير من أن يقدم الأمريكيون دائما تنازلات للجانب الروسي ليس من حسابهم بل من حساب الشعب السوري كما حصل في بعض المناطق الأخرى عندما قدموا تنازلات من حساب حلفائم وليس من حساب الجانب الأمريكي هذه كانت نقطة مهمة لأن الجانب الروسي يبحث الآن بشكل حثيث حول شرعية استمرار القصف روسيا الآن تستكمل تقريبا سنة كاملة من تدخلها العسكري في سوريا خلال سنة هي تقصف المدنيين بشكل مستمر ونادرا ما تعاملت مع أي هدف يتعلق بالإرهاب أو داعش والمرة الوحيدة التي قالت أنها قتلت قيادة في تنظيم داعش تبين أنه قتل على يد الجانب الأمريكي وبالتالي لا تستطيع الآن إدارة بوتين أن تقدم سجلا حقيقيا حول تدخلها في سوريا غير مخضب بدماء السوريين والأطفال السوريين وبالتالي الآن هي تريد أن تشرع عملياتها وأن تنجو من المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية من خلال هذا الاتفاق والذهاب به بعد ذلك إلى مجلس الأمن لكي يصدر ضمن قرارة دولي هذا هو مصدر ونعتقد أنه لا ينبغي أن يكافأ المحتل بلا أدنى شك هناك قلق من المعارضة وهناك قلق أيضا من قبل الدول الإقليمية التي تشعر بأن الجانب الأمريكي يتفاوض مع الجانب الروسي بعيدا عن حلفائه كافة ولا يضعهم بالصورة الفعلية لما يجري وبالتالي إذا تم أي اتفاق خارج إطار ما تم التوافق عليه في مجلس الأمن وما هو موجود في بيان جينيف وما هو يضمن أيضا حماية السوريين ولا يعطي المكافأة لا للمحتل ولا للقوى الإرهابية ولا للميليشيات الطائفية الإرهابية التي جلبها النظام فهذا الأمر هو المطلوب لكن إذا تم هذا الأمر بطريقة شرعنت كما أشرت السلوك الروسي والتصرف الروسي والإيراني فهذا الأمر لا شك أنه سيكون مرفوضا لأن الجانب الروسي كما لاحظتم بدأ بالحديث عن الهدنة بكل سوريا ثم انتقل إلى الهدنة المجزة زمانيا ومكانيا ثم انتهى إلى هدنة ثلاث ساعات والآن الروسيا والولايات المتحدة تبحثان عن كيف تدخل المساعدات من طريق الكستلو فقط في حلب هل يمكن اختصار المأساة السورية بطريق الكستلو أو بهذا الوضع الذي يمكن أن نتحدث عنه أعتقد أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير وينبغي أن يتم التعامل معه بكل مناحيه السياسية والإنسانية وأيضا القانونية والسياسية والأخلاقية والعسكرية مصطفى فحص ما المطلوب الآن من المعارضة السورية يعني في السياسة تقدم مبادرات ومنها هذه الورقة التي نناقشها وفي الميدان أيضا تقاتل ما واسعها الأمر قتالا ما المطلوب منها إذا توصل الأمريكيون والروس مثلا إلى اتفاق عبر أحمد رمضان وكثير من المعارضين السوريين عن قلقهم وتخوفهم بشأنه ما المطلوب ليس فقط المطلوب من المعارضة السورية المطلوب من الدول الإقليمية التي أشار إليها الصديق أحمد رمضان وهي الدول المعنية جدا فالأزمة السورية بعد تدويلها لكنها أقلمت السياسة الدولية بمعنى أن وضع رفعة الإقليم في الأزمة إلى مستوى الدولي وهي ليست حاجة الشعب السوري فالشعب السوري يعرف أهدافه وهو صامد حتى الآن وهو بحاجة إلى مزيد من الوحدة ومزيد من التماسك والمواجهة وتخفيض الخلافات الداخلية العسكرية والسياسية بين فئاته ولكن الشعب السوري الصامد بحاجة إلى رؤية عربية بحاجة إلى وضوح أكثر تركي بأن التركي المنشغل في شمال حلب ما هو في شمال ريف حلب ما هو وضع مدينة حلب ما هو موقف الأتراك والسعوديين والقطريين وكل الدول المعنية بالشعب السوري من هذا التعنط الروسي والرخاوة الأمريكية التي وصلت إلى حد تسليم أمير تسليم أوبامي كامل في الرؤية الروسية للحال في سوريا أهم ما يمكن إنجازه من قبل المعارضة السورية هي التمسك برحيل الأسد لأن من السخوي إلى مجلس الأمن فشلت فكرة تعويم إعادة تعويم بشار الأسد ونظامه وبأن هذا النظام لا يمكن أن يحكم والعرض الذي قدمته المعارضة بأن هناك من لم يتلتخ أيديهم بدماء السوريين وحدهم يستطيعون التفاوض من جانب ما تبقى من النظام من هذه الجسة الهامدة المرمية في دمشق والتي يفاوض الروس عليها كأنها دولة مكتملة أو ما أراد أن يسميه بسوريا المفيدة يمكن فقط للمعارضة أن تتشبث في هذه المرحلة الانتقالية بموقفها هو الموقف الذي سيردخ له المجتمع الدولي لأن بشار الأسد لا يمكن أن يحكم هذا الشعب ومن ما هي أخرى ما هي حدود المواجهة العسكرية أنا أسأل الصديق أحمد رمضان ما هو المسموح في المواجهة هل هناك هل تستطيع تركيا أن تغمر المجيدة في المعارضة أوجه هذا السؤال إلى أحمد رمضان لو سمحت مصطفى أستاذ أحمد رمضان هل أنتم مطمئنون بصراحة لما يوصف بالاستدارة التركية في سوريا يعني إذا قررنا ذلك في ما جرى سابقا لا شك أن هناك خطوة متقدمة لأول مرة توافق تركيا الآن على أن تتقدم بنفسها لا تكتفي بالدعم الخلفي ولكن توفر الآن غطاءا جويا وغطاءا ناريا للمعركة واستطاعت أن تزيح خطرين مهمين هي خطر داعش التي كانت دائما تضرب بالثورة في شرق حلب وكثيرا ما أدت إلى دعم النظام في عدد من المواقع ونذكر من ذلك مدرسة المشاء وأيضا خطر حزب العمال وتفرعاته الذي كان ينوي التمدد أيضا على حساب داعش وحساب الجيش الحر ويحاول أن يصل إلى حلب بمناطق متقدمة مثل عفرين والشيخ مخصود وبالتالي النقلة الآن في الموقف التركي هي نقلة مهمة أضف إليها الآن هناك رغبة تركية بالسير قدما بموضوع المنطقة الآمنة ونعتقد أن هذا الموضوع إذا تم السير به بشكل جاد أيضا سيوفر موقف تركيا من الأسد بحسوب نوعا من الحماية بمساحة لابس بها في منطقة شمال سوريا عفوا موقف تركيا من الأسد محسوم أعتقد أن الرئيس أردوغان عبر في آخر خطاب له أو مقابلة قال أن هذا الرجل لا مستقبل له في سوريا وهو تسبب بقتل حوالي ستمائة ألف من المواطنين السوريين ولا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا وبالتالي هناك اتفاق يعني بيننا وبين الإخوة الأتراك والإخوة العرب أيضا على أنه لا يمكن القبول ببشار الأسد في مستقبل سوريا وليس هناك أحد يريد تكرار النموذج اليمني حقيقة في سوريا لأن ذلك ليس سينعكس فقط سلبا علينا في داخل سوريا سينعكس على مجمل المنطقة وخاصة إذا توفر دعم خارجي لبشار الأسد وهو يمارس ولو جزء من الصلاحيات كما نتوقع ذلك من قبل إيران وحزب الله والأطراف الخارجية التي ستستمر بدعمه إلى حين إنشاء مرحلة أخرى من مراحل الصراع الداخل شكرا لك من إسطنبول أحمد رمضان عضو الائتلاف السوري المعارض وأشكر من بيروت مصطفى فحص الكاتب الصحفي مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا على طيب المتابعة وإلى لقاء في بقية خبر جديد اشتركوا في القناة